من ناحية ثانية داود النهاردة مش نهاردة بس مباركة الأخية لنادي الزمالك واحدة من أهم نقاط قوة نادي الزمالك من الموسم الماضي وحتى في بدايات الموسم الحالي الكراط العرضية سواء ثبتة أو متحركة الزمالك افتقت دا النهاردة بشكل كبير طيب خلالي نقول إن الزمالك على مدار الموسم الحالي بيعاني جدا في الكراط العرضية وده كان قرث سابق لنادي الزمالك كان الشيء حامد سابه باتريس كارتلون لنادي الزمالك رغم أن باتريس كارتلون كان عنده مشاكل فنية كتير لكن كان بيعتمد على جودة الأفراد اللي موجودة معه ده كان يخدمه كان موجود بن شرقي وفرجانيساسي ومصطفى محمد كلها عناصر زيزو كلها عناصر تقدر تساعده أنه هو يقدم كرة جيدة جدا لكن الفكرة الرئيسية اللي كان بيطبقها باتريس كارتلون مع نادي الزمالك لما يوصل إلى تلت الملعب الأخير طلع الكرة على الطرف إلعب عرضية وإعمل كسافة كبيرة جدا داخل منطقة الجزاء وده شيء ساعد نادي الزمالك فيه أنه يحسن بطولات كتير باتريس كارتلون نفسه لو نفتكر في آخر سبع مباريات الزمالك حسن بيها الدوري ما قبل الماضي نفتكر الكرات والزيادة اللي كانت بتحصل حتى أوقات من الظاهيري للأيصر محمد عبدالشافي يدخل جوا منطقة الجزاء مروان حمدي الكرات العرضية وقت كارتلون كنت بقول إيه الله يكون فعون منافسين الزمالك وانت هترايب مين ولا مين يعني آية عرضية بتلاقي أربعة موجودين في منطقة الجزاء بالضبط دائما كان المهاجم والوينج العكسي ولعيب رقم عشر أو تسعة ونص سوقتها اللي هو كان روباما وثمانية واللق بالضبط كان بيبقى فيه كسافة كبيرة للدرجة أنه كان فيه لقطة شهيرة في مباريات الزمالك شيكبال اللي هو مش بلعب برأسه ودخل جوا منطقة الجزاء عشان الكرة العرضية اللي بتتلعب نجي نشوف النهاردة بقى الزمالك عاجز تماما هجوميا كان بيقدر يوصل لتلت الملعب الأخير على أطراف الملعب مش من عمق الملعب ولما توصل لتلت الملعب الأخير من على أطراف الملعب الحل الأول اللي قدامك قدام التكتلات الدفعية علعب عرضية هنا هنشوف بقى أكتر من خطأ في عرضيات الزمالك في النهاية بتوصل الزمالك اللي هو مش بيقدر أنه يكون ناجح الأخطاء دي اللي هي زي إيه إن العرضية تتلعب على القصيرة على القائمة القريبة قبل ما نبدأ نستعرض حتى الحالات عايزين نلخص الفكرة أو نبدأ نستعرض هنا طب نستعرض بقى حالة حالة من الأول بس عشان نقدر نقرر الحالات والناس هتشوف إيه نوقف ثانية هنا مفيش كسافة جوا منطقة الجزاء المهاجب مش بيقطع على العرضة القريبة الكرة أصلا أوقات كتير مش بتوصل للقائمة البعيد وبتتقطع من العرضة القريبة دول الثلاث مشاكل الرئيسين اللي موجودين عند الزمالك النهاردة في القرية العرضية دي حالة مثلا من زيزو هنشوف مفيش كسافة داخل منطقة الجزاء والجزيري مقطعش على العرضة القريبة مقطعش متحركش على العرضة الأولى هنا هنشوف برضو نفس الفكرة مفيش كسافة داخل منطقة الجزاء والكرة أصلا مش بتعدي العرضة الأولى هنكمل نفس اللقطة لأن اللقطة دي هيبقى فيها عرضية تانية ونفس الفكر مفيش كسافة لاعب أو اتنين بالكتير الكرة العرضية مش بتعدي القائم الأول فدي كانت مشكلة قوي المهاجم كمان مش بيقطع العرض القريب هنا دي نموذج اللي وقفنا على الكرة دي هنا كرة عرضية منعوبة للاعب واحد داخل منطقة الجزاء اللقطة اللي فاتت دي لأنها مهمة جدا هنا نمار كان وصل أنه هو تمام لا لا دي الأهداف اللي بعد كده احنا عزيزي نستمر في اللقطة العرضيات اللقبة دي بالزبطة نكمل اللقبة اللقبة دي نكمل حتى الحالة دي برضو بالزبط هي اللقطة دي هنا الزمالك وصل لتلت الملعب الأخير الشيء اللي كان صعب على نادي الزمالك والحل اللي قدامني وره أنه هو يلعب عرضية بيلعب عرضية لمن بقى؟ ده السؤال بعد أن العرضية نفسها غير متقن هو سيف نفسه هو اللي مخربه يعني سيف هو اللي بيطلع هنا المساحة موجودة لنمار أنه هو لعب عرضية هنا نمار لعب العرضية غلط ومش دي المشكلة لو حتى العرضية تلعبت صح هتتلعب لمين؟ 4 على 1 أحمد مصطفى زيزو ده حل بقى غير مفيد لنادي الزمالك وغير مستغل تماما حتى لو نفتكر كان جزء كبير من انتقاد لعب زيزو ناحية اليسار أنه بياخد كتير من دقة عرضياته أو من إيجادته في العرضيات لكن دلوقتي حتى زيزو هموجود ناحية لمن والزمالك بيلعب عرضيات عرضيات بتقابلها فيش كسافة دخل منطقة الجزاء المهاجم مش بيقطع على العرضة القريبة كمان الأوقات كتير العرضيات مش بتتجاوز القائم الأول دي مشاكل كتير كلها موجودة عند نادي الزمالك وأنا في وجهة نظري الحل الأسرع لمشكلة الزمالك عشان تسجل كرات العرضية ليه؟ لأن معظم مدفعين داخل القرى وداخل الدور المصري بيعجزوا وبيفشلوا في التعامل مع الكرات العرضية فدي مشكلة أعتقد أن كحل مبدئي محتاج الزمالك يبدأ يتعامل عفظ